في أول قرار تنفيذي له بعيد توليه الرئاسة أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير عددا من بنود قانون ما يعرف بالرعاية الصحية وفق أسعار معقولة وهو القانون المعروف باسم أوباما كار وذلك في أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون للتخفيف من تكاليفه المالية الكبيرة على صعيد العلاقات التجارية اتخذ ترامب قرارا تنفيذيا بالانسحاب من اتفاقية التجارة العبرة للمحيط الهادئ والتي تنص على التجارة الحرة بين 13 دولة وتشمل رحو 40% من حجم الاقتصاد العالمي حيث يصف ترامب هذه الاتفاقية بالمضرة للصناعة الأمريكية في مجالي الطاقة والاقتصاد قرار باستئناف بناء خطي أنابيب النفط كاستون إكس أل الذي ينقل النفط من كندا وداكوتا الذي ينقل النفط من الولايات الأمريكية الشمالية إلى الجنوبية وكان أوباما قد أوقف تنفيذ الخطين بسبب مخاوف بيئية تتعلق بالانبعاثات الغازية تم قطع التمويل الفيدرالي عن المدن الأمريكية التي ترفض اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها فيما أعلن عدد من هذه المدن بينها نيويورك وباستون رفضه للقرار الرئاسي جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك هدفه وقف تضفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد والحقول دون وقوع عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وهو قرار أدى إلى ألغاء الرئيس المكسيكي انريكا بيانيتو زيارته إلى أمريكا رعاية سبع دول إسلامية ممنوعون من دخول أمريكا لثلاثة أشهر والبلدان هي سوريا العراق إيران ليبيا اليمن السودان والصومال ما سيساعد في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية بحسب ترامب الذي اعتبر أن إدارته بحاجة إلى وقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين أخيرا وقع الرئيس الأمريكي قرارا تنفيذيا يهدف إلى إطلاق عملية إعادة بناء ضخمة للجيش الأمريكي تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة وفق بيان صادر عن البنتاجون ترجمة نانسي قنقر